يبدو أن هناك تطورات في قضية رئيس الجمهورية قيس سعيد وغريم السياسي نبيل القربي رئيس حزب قلب تونس المتواجد في السجن على خلفية قضايا شبهة فسيد وتبيض أمويل وغيرها من الجرأم المالية والاقتصادية رئيس الجمهورية قيس سعيد له موقف واضح من رئيس حزب قلب تونس ودائما ما يؤكد رئيس الجمهورية أنه لن يتعامل مع الفسيدين ومع من تحوم حولهم شبهة فسيد قد يتغير هذا الموقف في الأيام المقبلة حسب تصريح الصغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في تونس الذي كشف في تصريح لراديو ديوانا فيم أنه دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التحاور مع حزب قلب تونس من أجل توسيع حزامه السياسي أستاذ القانون صغير الزكراوي أفيد في التصريح أنه تحدث شخصيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وأكد له أن الرئيس دوره لازم يكون مجمع ولا يفرق وأكد الزكراوي أنه بوصفهم رجل قانون يؤمنون بقارنة البراءة وأنه طالما لم تصدر أحكام بتافي شأن حزب قلب تونس وضد نبيل اللقروي فأنه يمكن لرئيس الجمهورية أنه يتحاور معاه وبين أنه سعيد بدى متفهما للاقتراح على حد تعبيره كما زاد وضح ذكراوي وقال اللقاء جاء بعد ما أدرك رئيس الجمهورية قيس سعيد لضرورة الخروج من العزلة واستشارة أهل الذكر في بعض المجالات رئيس الجمهورية عزل نفسه بنفسه ما يتحاور مع حتى طرف لمع رئيس البرلمان لمع رئيس الحكومة لمع أغلبية الأحزاب السياسية وأغلبية الكتل البرلمانية هذا يمثل عزلة بالنسبة لقيس سعيد ويبدو أنه تفهم هذا الأمر قد نلاحظ تغير في العليقة والمواقف تجاه قلب تونس ونبيل القروي هذا محل متابعة ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشيصي لكم الفيديو القادم